إخواني يا أخواتي السلام عليكم اليوم إن شاء الله سأتكلم على خواص صورة العلق خواص صورة العلق كثيرة ولكن أهم خاصية للفهم من تعثر عليه فهم شيء ما أو حفظه أو يعني عنده مشاكل مع فهم أو حفظ ما عليه إلا أن يقوم برياضة في صورة العلق أقصد هنا تعثر فهم القرآن أو الأحاديث أو الأمر الروحانية والرياضة تكون خراءة صورة العلق سبع مرات بعد كل صرات لمدة سبعين يوما مع التوقف عن تناول اللحوم كلها هذه الرياضة المباركة إذا قمتها ستلاحظ أنه هناك يعني انفتاح في أمر العلم الروحانية بفهمها وحفظها هذا كل شيء يا أخواتي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر